أخي الحبيب لا تتعب نفسك في هذه الدنيا لن تأخذ إلا ما قدره الله لك من الرزق ومن الأجل ومن السعادة ومن الزواج ومن الأولاد كل شيء كتبه الله عليك سنتأمل في هذا اللقاء حقائق تريح النفس وتجعلك أكثر سعادة في هذه الدنيا حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة حقيقة كلنا متعبون اليوم الضائقة الاقتصادية التي تعصف بمعظم البشر القلة القليلة اليوم هي المرفهة ولكن السواد الأعظم للأسف في حالة سيئة جدا من الناحية الاقتصادية الهموم تركبنا ركبا بسبب ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي حروب ودمار نتحدث نحن كمسلمين وعرب تجد القتل أصبح شيئا سهلا تجد الضائقة التي يمر بها الناس أصبحت روتين يومي طيب ما هو الحل كيف أكسب السعادة في وسط هذه الأحداث بالنتجة أخي الحبيب الذي يهمك أن تكون سعيدا في هذه الدنيا وإلا لماذا تلهث وراء المال لماذا تعمل لماذا تتزوج لماذا تتعب الهدف أن تكون مرتاحا سعيدا أنت وأهل بيتك وأولادك أن تضمن مستقبلا أفضل هكذا يفكر معظم الناس ولكن قل قليل من يصل إلى الطمأنين التامة السر هو في حقيقة قرآنية معظمنا يغفل عنها اعلم أن كل شيء قد كتب عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف النبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا ابن عباس وهو غلام علمه كلمات رائعة جدا هي للأمة وعندما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا الآن يجب أن تتصور في ذهنك أنه يخاطبك أنت لأن النبي لا يخاطب أشخاص هو نبي أرسل للعالمين كافة أرسل للناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يخاطب الناس لا يخاطب فئة لا يخاطب قريش أو أهل مكة أو أهل المدينة لا يخاطب الناس فعندما النبي ينطق وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ويقول لسيدنا ابن عباس اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك طيب إنسان قتل في حرب نعم مكتوب أخي الحبيب إنسان خسر في تجارة إنسان فشل في دراسة إنسان فشل في زواجي كل هذا مقدر صدقني قاعدة أن تعتبر أن كل شيء مكتوب عليك مريحة جدا وحتى لو تحدثنا من منطلق النفس البشرية ماذا يقول علماء النفس عندما تصاب بأذى بظلم بفقر بحادث بمرض بأي شيء طيب علميا ما هو الأفضل أنت أمامك هناك طريقين طريقا الطريق الأول أن تجلس وتلوم نفسك وتلوم الآخرين وتلوم الظروف وتلوم البيئة وتلوم الواقع الذي تعيشه وتغرق في بحر من اللوم الذي يغرقك أيضا في بحر آخر من الاكتئاب تجل نفسك تعيسا النتيجة هي التعاسى والواقع لم يتغير على فكرة طيب الحل الثاني أو الطريق الثاني وقعت بك مصيبة ما هو الحل يقول لك بعض علماء النفس حمل هذه المصيبة لأحد وريح نفسك لكي لا تلوم نفسك يعني لا تقول أنا السبب أنا السبب ستنهك قل هذا الأمر خارج عن إرادتي وانتهى الأمر وانتهى هنا فكر بموضوع آخر يعني علميا يجب أن تعتبر أن ما حدث معك من مآسي من مأساة أنه أمر خارج عن إرادتك أمر بسبب ظروف أنت لا تستطيع أن تغير فيها شيئا وبالتالي سترتاح المسؤولية ليست لا عليك ولا على من حولك إذن هم لماذا يقولون هذا لأنهم لا يعترفون بوجود الله العلم الحديث لهم لا يعترف بوجود الله هل رأيتم كتاب في الرياضيات أو في الفيزياء اليوم مكتوب فيه فقط اسم الله لا يعترفون بوجود الله هذا هو العلم الحديث للأسف يعني القرآن ماذا قال لنا قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا النبي ترجم هذا الكلام لسيدنا ابن عباس وللأمة اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك صلى الله عليه وسلم وبالتالي أخي الحبيب أنا عندما أصاب بأذى أعتبر أن هذا الأمر كتبه الله عليه وهذا صحيح يعني أنا لا أفترض شيء وهم أنا لا أعالج نفسي بالوهم لا بالفعل الله كتب كل شيء من قبل أن يخلق أي شيء خلق القلم وكتب كل شيء لأن عنده علم الغيب ولكن نحن لا نعلم الغيب يعني أنا مثلا غدا سأقوم بعمل معين أنا بالنسبة لي الأمر مجهول لا أدري هل أعيش إلى الغد هل سأتمكن من القيام بهذا العمل إلى آخره لا أعلم الغيب ولكن الله عز وجل يعني هل هو ينتظر غدا مثلا هل يجري عليه الزمان وهو خالق الزمان لا طبعا هو يرى كل شيء هو الذي خلق المستقبل وخلق الماضي وخلق الحاضر فهو يرى كل شيء وبالتالي الله عز وجل يرى أعمالي كاملة وبالتالي هي مكتوبة عنده مع أنه لم يجبرني عليها إذن هنا عندما تعتبر أن كل شيء مكتوب وبخاصة موضوع الرزق عندما تعتبر أن هذا الضيق المادي الذي تعاني منه الآن هو أمر مكتوب ومقدر عليك صدقني سترتاح جدا طيب من الذي كتبه أنا كتب علي أمر معين فينبغي أن ألجأ وأستغيث وأسأل صاحب هذا الأمر لا أذهب إلى شخص آخر يعني الله كتب علي هذا المرض أنا أذهب إليه أولا وهو يسخر لي الطبيب والعلاج والدواء ويسخر لي الظروف وهذا ما قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا سألت فاسأل الله يعني انطلق اذهب إلى الله مباشرة اذهب إلى المتحكم دعك من هؤلاء الذين علىهم كل واحد يقوم بدوره هم أدوات البشر الذين تراهم مهما علت مرتبة هذا البشر هو أدات موجودة له عمل محدد سيقوم به ويموت ويرحل فاذهب إلى الحي الذي لا يموت سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال اذهب مباشرة إلى الله فإذا أخي الحبيب أنا اليوم أحببت أن أوصل لك هذه الرسالة لأن كثير منا غفل عنها بسبب ضغط الإعلام يعني أنظر اليوم تفتح الموبايل تجد أخبار الحروب أخبار السياسية أخبار الغلاء أخبار الفنانين أخبار المشاكل الحوادث إلى آخره طيب أين الله من حياتنا؟ تقريبا لا وجود له لماذا؟ لأن الذي يتحكم بهذا الإعلام هو مجموعة من الملحدين للأسف اليوم يسيطرون على الإعلام العالمي ويقدم لك ما يريد أن يقدمه يريد أن يشغلك عن الله عز وجل لذلك هذه الرسالة التي أود أن أرسلها لك أخي الحبيب أن تتذكر أن الله موجود أن تتذكر أن الله كتب كل شيء عليك فتلجأ إلى الخالق وتسأله إذا سألت فاسأل الله لماذا؟ لأن لأنك إذا أصاب لأنك يعني اعلم أنه أي شيء يصيبك أو لا يصيبك إلا ما كتبه الله لك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وبالتالي كل شيء مقدر طيب أنا اليوم أريد أن أطبق هذه القاعدة في حياتي ماذا أفعل؟ أول شيء ألجأ إلى الله أول شيء طيب هذا الإله الكريم ماذا يريد مني لماذا خلقني؟ أولا خلقني ليكرمني ولقد كرمنا بني آدم وخلقني ليكرمني بالجنة ليكرمني في الدنيا بحياة مطمئنة ويوم القيامة يكرمني بالجنة طيب هذا أمر عظيم المطلوب منك أشياء بسيطة جدا أن تؤمن بالله فقط أن تتذكر أن الله موجود كل ما يضرك ابتعد عنه الخمر الزنا الفواحش الغش هو ضرر لك السرقة أنت تضر نفسك الحسد يقتل صاحبه البخل يقتل صاحبه كل ما يضرك ابتعد عنه كل ما ينفعك حقيقة تناوله أي شيء فيه نفع هو حلال أي شيء فيه ضر هو حرم هذا هو الإسلام ببساطة لذلك أنا عندما أعتبر أن كل شيء مكتوب هذا أمر نافع بالنسبة لي وعلواء النفس يقولون ذلك كمان أيضا يعني وبالتالي أخي الحبيب هذه الآية آية رائعة جدا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون والنبي عبر عن هذه الآية بكلمات رائعة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة إن اجتمعت لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أو ليصيبك إذن أنا الآن أرتاح نفسيا كل المشاكل والهموم إذن عزلتها خلفي وبدأت بشيء جديد بدأت أبحث عن رضا الله عز وجل ماذا يريد الله مني يريدني أن أدعوه بأسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها طيب أنا ماذا أريد هناك تسعة وتسعين اسم لله أنا الآن في حالة ضيق مثلا أدعوه باسم الرزاق يا رزاق أرزقني أتذكر الآيات التي ورد فيها اسم الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أتضرع إلى الله ألتج إلى الله والله عز وجل سيهيئ لك كل الأسباب التي تضمن لك هذا الرزق ولو كان قليلا ولكن يضع فيه البركة يبارك لك في رزقك يبارك لك في مالك يبارك لك في أهلك يصرف عنك شر المرض هذا أهم من المال أن يصرف عنك مرضا أهم من المال أن يصرف عنك أذن أن يصرف عنك معصية أو فاحشة هذا أهم من المال أخي الحبيب لذلك هذا الحديث تذكره جيدا وتذكر هذه الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق